السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دعاء منصور من قناة منصة المعلم المتميز سوف نشرح في درس اليوم من مادة التقنية الرقمية للصف الأول تنوي الفصل الدراسي الثالث سوف نشرح عن المتغيرات والتكرارات في استخدام لغة بايثون التي سوف نستخدمها لبرمجة المايكروبيت بالنسبة للعمليات الحسابية طبعا درسنا هو المتغيرات والتكرارات واتفقنا بأن المتغيرات هي عبارة عن أماكن محجوزة للذاكرة لها اسم معين تخزن في داخلها القيم بالنسبة للعمليات الحسابية نحن ممعتدون بأن العمليات الحسابية باللغات البرمجية هي نفسها مع العمليات الحسابية في الرياضيات ولكن إشاراتها مختلفة الجمع والطريح تبقى كما هي أما إشارة الضرب فيعبر عنها بإشارة النجمة إشارة القسمة يعبر عنها بإشارة السلاش وإشارة الأس أو القوة يعبر عنها بستار مرتين ثم الرقم المرفوع في الأعلى طبعاً لنجرب مثال إنه لو كان عندنا A بتساوي A تربيع X تساوي A تربيع بلس 2 A B بلس B تربيع طبعاً حكينا إنه إشارات القوة تعبر عنها بستار ستار نجمتين ثم الرقم الموجود في الأعلى بعدين إشارة الزائد تبقى كما هي 2 ضرب A B 2 ستار A ستار B بعدين B تربيع رح نعبر عنها B وحكينا عن إن القوة يعبر عنها بستار ستار ثم الرقم الموجود في الأعلى الآن سوف نجرب أو نقوم بعملية جمع رقمين حسابيين باستخدام بايثون في مايكروبيت سوف نقوم بالذهاب إلى الموقع بمجرد دخولنا على موقع make code مايكروبيت طبعاً أول خطوة دائماً نقوم بها بإنشاء مشروع بإسم فسوف نقوم مثلاً بإنشاء مشروع اسمه جمع الأعداد تمام نقوم بإنشاء المشروع طبعاً حكينا إنه إحنا الشاشة الرئيسية تعودنا عليها حكينا إنه في الجهة اليسرى طبعاً أو على حسب لغة المتصفح بيكون في عندي المايكروبيت أما في الوسط الأوامر البرمجية وعلى اليمين يكون عندنا البلوكات أو اللبنات التي نقوم بساحبها من الأوامر البرمجية إما نقوم بالبرمجة عن طريق استخدام اللبنات أو باستخدام البايثون اليوم درسنا راح نتعرف على البرمجة أو جمع الأعداد والمتغيرات عن طريق بايثون فرح أدخل على بايثون طبعاً إحنا كان في عنا هون لبنات بإمكاننا إنه إحنا نخلي الشاشة فارغة من اللبنات فرح نسحب اللبنات نمسحهم راح نروح على بايثون راح تكون عندي الشاشة فارغة طبعاً حكينا إنه إحنا عشان نشمع عددين أو رقمين نحتاج إلى المتغيرات لتخزين القيم فسوف نقوم بالذهاب إلى variables سوف نقوم باختيار item أو اللي هي الvariables راح أسحب اللبنات وطبعاً راح أغير اسم item إلى add أوكي الآن أصبح لدي متغير اسمه add بتساوي صفر البرنامج المطلوب مننا إنه عنده اهتزاز المايكروبيت يقوم بجمع الأعداد فنحن بحاجة إلى زر إدخال اسمه shake أو اهتزاز طبعاً لجب نحتاج إلى الزر طبعاً لأنه في المحاكي عملية الاهتزاز غير دقيقة فنحتاج إلى وضع button أو زر اسمه shake علشان ندخل عن طريقه لعملية الجمع فرح أروح على input ورح أسحب الأمر اللي اسمه shake عرف لي إنه في عندي هون دالة آآ آآ نسم الدالة آآ شاك طبعاً رح أقوم بالذهاب إلى أو رح أعمل enter علشان أبدأ بكتابة الكود البرمجي أول شي تعودنا عليه إنه إحنا بإمكاننا إنه نعرف المتغيرات العامة أو الـ global فرح أكتب له global المتغير الوحيد اللي عندي اللي هو add عفواً global رح أكتب له add أوكي إذن أصبح المتغير اللي اسمه add global تمام الآن المطلوب إنه أنا بدي يظهر لي الأرقام أو يعمل لي show number لعملية جمع فأنا في داخل الآد بدي أجمع رقمين هو ما حكالي إنه خلي مثلاً عندك أرقام عشوائية أو هيك لا حكالي إيشي خلينا نجمع الأرقام اللي هي خمسة زائد عشرة مثلاً فرح أحكي له add المتغير اللي اسمه add إجمع لي في داخله خمسة زائد عشرة تمام؟ الآن أحتاج إلى إظهار الرقم عند ضغط الزر shake أحتاج إلى إظهار الرقم حكينا عملية إظهار الرقم هي show number فرح أروح على basic ورح أختار show number show number هي موجودة هون رح أسحبها في هاي المنطقة بعد عملية الجمع ورح أحكي له show number مش zero لا بدي show number للأد فرح أمسح القيم اللي هون رح أكتب له add اللي هي المتغير اللي خزرنا فيه الرقمين اللي تم جمعهم المفروض إنه خمسة زائد عشرة اللي هي خمسطاش جوابها الآن لو رحنا وعملنا طبعا للتطبيق على المايكروبيت رح أروح على shake طبعا أنا مجرد عملت shake هو طبق فحكينا إحنا إنه هو ليش بيحط اللي زر افتراضي في المحاكي علشان عدم دقة shake أو الاهتزاز في يعني على الجهاز المحاكي فعشان هيك أنا بحتاج إنه مما أضغط shake يعطيني مجموع رقمين وخزنين في داخل المتغيرات هاي كانت أبسط عملية ممكن نعملها عن طريق جميع رقمين فقط أقوم بتعريف متغير لتخزين القيم في داخله ثم أقوم باختيار زر الإدخال اللي بدي أقومه عن طريقه بعمل العملية فإحنا هون اخترنا زر إدخال نوعه shake اللي هي اهتزاز وبعدين حكينا له إنه بدنا المتغير اللي نوعه global يعني متغير عام يمكن استخدامه في أكثر من مكان بالبرنامج بدي داخله قيمتين ينخزن جميع رقمين هي اي زائد اه أو خمسة زائد عشرة فقط بدي إظهار الرقم على الشاشة عن طريق ال basic.show number وحكينا جواتها قيمة المتغير عاد فقط هاي هي كانت العملية البرمجية لأول برنامج بسيط لجمع رقمين عن طريق اهتزاز المايكروبيت الآن لنجرب البرمجة في مايكروبيت باستخدام البلوكس أو اللابينات لكن في هذه المرة سوف نقوم بطرح الأرقام أول عملية رح اقوم فيها رح اروح على variable ورح اعمله make variable ورح اسميه مثلاً sub موجود اللي هو subtraction موجود تمام الآن أنا بدي لما اضغط على الزر A يقوم بطرح الأرقام الموجودة في المتغير sub فأول شي رح اروح على input ورح احكي له بدي الأمر يصير لما طبعاً أنا أول مرحلة عرفنا متغير اسمه subtraction ثاني مرحلة طبعاً بدنا نقوم بالإدخال عن طريق الزر A فروحت على input واخترت الزر A الآن رح ارجع على variable وبدي أخليه يعملي set للsub يعني عشان اني أنا أقوم بعملية طرح رقمين في داخلها ورح استعين بالماث في هاي المرة بالماث عشان هو يعرف الإشارات يعني عملية الطرح فأنا بدي أطرح رقمين رح اختار ثاني عملية وهي 0-0 رح اختارها طبعاً أغير الأرقام على حسب ما أنا بدي لو فرضنا انه أنا بدي بعملية subtraction يطرح لي رقمين اللي هي 6-3 مثلاً أو 6-2 تمام؟ الآن لن يظهر عن عندي على مايكروبيت شيء إلا إذا أنا عملت show number وإحنا تعلمنا أنه أي إشي بدي أظهره لازم أختار show number فرح أختار show number لكن في داخل show number هنا رح أغير الصفر إلى sub اللي هو المتغير اللي خزنا في قيمة الأرقام اللي طرحناها فرح أروح على variable ورح أختار sub رح أسحبها في هذا المكان الآن لو عملنا تطبيق رحنا على الزر A وضغطنا عليه رح نلاقي إنه زر A أعطانا أربعة مباشرة من وين جاب الرقم؟ جابها من الأرقام اللي إحنا عملنا لها عملية طرح عام طريق المتغير اللي اسمه sub إذن أنا في البداية عرفت متغير اسمه subtraction بعدين رحنا على الـ input لأنه أنا بدي أعمل الـ action أو الحدث عن طريق الزر A فاختارنا من input on button A بعدين رحنا على المتغيرات علشان أنا بدي أحط القيم أو أخزن القيم المطروحة في داخل المتغير اللي اسمه sub فاختارنا منها set sub عشان أنا بدي أحط فيها الأرقام اللي رح أطرحها لكن عشان أعرف عملية الطرح اخترنا من math اللي هي عملية الطرح طرح رقمين تمام الآن أنا دخلت في داخل الـ sub أو المتغير اللي اسمه sub الرقمين اللي أنا قمت بعملية طرحهم اللي هي 6 ناقص 2 بقيت علي فقرة واحدة أو شيء واحد وهو إنه كيف أظهر هذه العملية الحسابية على الشاشة عن طريق حكينا من basic رح أختار show number لأني أنا بحاجة أني أنا أظهر الرقم على الشاشة لكن علي أن أغير الرقم صفر إلى sub عشان يعرض للقيمة الموجودة أو المخزنة في داخل الـ subtraction حكينا بمجرد عملنا run على طول أعطاني الرقم اللي خزننا في الـ sub طب لو غيرنا مثلا هنا خليناها 8 ناقص 5 خلينا نشوف طبعا عند الضغط على الزر A رح يعطيني الزر A رح يعطيني الإجابة اللي هي 8 ناقص 5 اللي هي الجواب 3 إذن كل ما عملنا اللي هي عملية حسابية عادية سهلة جدا لكن هذه المرة باستخدام البلوكس طب لو ألقينا نظرة على البايثون كيف تم كتابتها في داخل بايثون رح نلاقي إنه في عنا هنا متغير اسمه sub حون صحبنا لابنت اللي هو الزر أو عند الضغط على الزر A عرفنا sub من نوع global ليوتيوب استخدامه في أي مكان في البرنامج خزنا في داخل المتغير طرح قيمتين اللي هي عملناها بالست اللي هي الست واخترنا عملية حسابية اللي هي 8 ناقص 5 واخترنا لابنت شو نمبر لإظهار الرقم على المايكروبيت وطبعا حطنا له المتغير اللي هو اسمه sub اللي خزنا في القيم التي تم طرحها يعني العملية سهلة جدا فقط علينا التركيز ماذا علينا أو ما هو الأكشن الذي سوف نقوم بعمله عند الطرح وعند الجمع أو القيام بالعمليات الحسابية وأول خطوة دائما تكون باستخدام الفاريابلز أو المتغيرات يعني كما اعتدنا فقط هاي هي كانت عملية الجمع والطرح مرة باستخدام بلوكس مرة باستخدام بايثون وجدنا بأن العملية سهلة جدا باستخدام مايكروبيت الآن لو افترضنا نقوم بعملية أعقد شوي أو أصعب شوي عن طريق استخدام مايكروبيت اللي هي أنه أنا بدي أجمع عددين ولكن هذه الأعداد هي أعداد عشوائية أول مرحلة دائما لجمع أعداد علينا تعريف المتغيرات ثلاثة متغيرات واحد اسمه number one واحد اسمه number two واحد اسمه sum فرح أروح على make variable ورح أسمي الأول num one يعني number one كمان variable رح أسمي num two يعني الرقم الثاني num two وكمان variable رح أخزن في القيام رح أسمي sum إذا أصبح عندي هنا ثلاثة متغيرات رح أروح على البلوكس أنا في داخل البلوكس أصلا اللي بدي إياه إنه أنا لما أضغط على الرقم على الزر A رح يعطيني رقم أي رقم بدي إياه ولما أضغط على الرقم به رح يعطيني رقم ولما أضغط على A زائد به رح يجمع لي الرقمين يعني بدي أضيف كمان زر فالآن أول عملية بعد ما أنا عرفت المتغيرات رح أروح وأعمل Input بدي الزر A و بدي كمان الزر اسمه B و بدي كمان طبعا هم على طول بغيروا لبية عشان أو زرين في نفس الاسم عليهم two actions مختلفين والآن رح أعرف كمان button ثالث اسمه A زائد B إذن صارت عندي هنا ثلاثة أزرار تمام؟ الآن أنا بدي في داخل البتن A أو لما أضغط على البتن A يعطيني قيمة أو أرقام عن طريقه فرح أروح على القوائم هون و رح أختار من variable change number يعني غير لي القيمة طبعا هون number one buy one يعني كل مرة غير لي بقيمة واحد خلاص؟ إذن هيك أنا غيرت الرقم بعد ما غيرت الرقم بدي إياه يظهر على الشاشة يعني كل مرة أضغط على A رح يعطيني رقم مرة واحد بعدين مرة اثنين ثلاثة يعني كل مرة حيزيده بمقدار واحد الآن بدي أظهر هاي العملية على الشاشة فرح أختار من basic show number ولكن هالنمبر مش صفر قيمته قيمته number one إذن أنا رح أحط variable في داخله اسمه number one رح نسحبها بدل الصفر تمام؟ إذن عندي لو ضغطت الآن على الزر A رح يعطيني واحد ثلاثة وهكذا إنه رح يظل يغير أو يعمل change لنمبر بمقدار واحد كل مرة الآن رح أنسق هذا الكود نفسه في داخل برسبيه فرح نضغط على الأولى رح أعملها duplicate أو بس حبها مرة أخرى من النفس ما بدي زي ما بدي أسهل هيك والآن رح أغيرها لـ الآن رح نجرب رح نجي على الزر B رح ألاقي إنه أعطاني واحد ثلاثة أربعة وهكذا والزر A أعطاني واحد ثلاثة أربعة وهكذا الآن أنا بدي أقوم بعملية عند الضغط على A و B معاً عندي أهو أعطاني by default الزرين لأنه أنا في المحاكي ما بقدر أضغط بالماوس على A و B معاً فهو أعطاني زر آآ يعني آآ زر في المحاكي إضافي علشان يسهل علي عملية إني أضغط على الزرين مرة واحدة تمام الآن بدي أنا لم أضغط على A زائد B آآ بدي أياه شو يعمل بدي أياه يعمل لي آآ آآ ست رح يجمع لي الأرقام فروح أروح على variable رح أحكي له ست لعملية السم و بدي أروح على الماث وأحكي له أنه أنا بدي أعمل هون عملية آآ آآ أروح على variable وأعمل عملية آآ آآ السم و بدي أنا أختار من variable أنه يعطيني أو يخلي الأرقام يصفرها في كل مرة بعد ما نجمع آآaraus عشان ما يصير في عندي آآ آآ هأعنا نم و40 خليها صفر بعد ما أجمع و نعطي صفر معل الآآility كل مرة يصفرها عشان ما يخزن قيم أو ما يعطني أخطاء عند الجمع عشان من قيم سابقة موجودة في المتغيرات تمام الآن أنا بدي يجمع لي في 6 نمبر num1 plus num2 فرح أختار من math عملية الجمع ورح أحطها بدل الصفر هون بدل الصفر رح أختار الvariable اللي اسمه num1 و ومحل الصفر الثاني بدي num2 فرح أروح على variable وأختار num2 وأحطها في المكان الصحيح الآن أنا حكيت له هون إنه في داخل الزر a b كل مرة بدي تخليه في داخل قيمة set sum يعني اجعل في داخل sum اللي هي number one plus number two وبعدين صفر القيم عشان لو ضغطت مرة ثاني على أرقام عشوائي ما يعطيني قيمة جمع الأرقام سابقة تمام الآن لو ضغطنا على a أعطاني مثلا بدي رقم خمسة بدي رقم خمسة وبدي من b الرقم أنا اخترت ستة على فكرة رقم ثلاثة الآن لو حطت ستة زائد ثلاثة a زائد b آه أنا هون ما حطيت شو نمبر المفروض إني أنا أحط شو نمبر لعملية الجمع وإلا ما رح يظهر للأرقام اللي بتنجمع فالآن هون رح أحط آه شو نمبر ورح أحط في داخلها السم variable اللي اسمه السم اللي إحنا جمعنا فيه هون تمام الآن أنا رح أضغط على من أول وجديد على المايكروبيت تبعتي رح أختار بدي أنا من a رقم اثنين وبدي من b رقم خمسة ستة اوكي أنا ضغطت أكتر مرة أعطاني تمانية اوكي تمانية فالآن رح أضغط a زائد b رح يعطيني جواب عشرة لأن أنا اخترت أول مرة من a آه تنين واخترت من b تمانية رح نعمل كمان مرة رح أختار من a الرقم ثلاثة ورح أختار من b الرقم ثلاثة الآن رح أعمل a زائد b رح يعطيني ستة إذن هاي كمان أحد العمليات الجميلة اللي ممكن أني أنا أعملها بالمايكروبيت إني أنا في البداية أعطيت ثلاثة أزرار بدي الزر الأول يعطيني أرقام كل مرة بتزداد بمقدار واحد بدي الزر الثاني يعطيني أرقام كل مرة بتعطيني بتتغير مقدار واحد فأنا جبت change number جبناها موجودة في داخل وبعدين اخترت show number عشان يظهر لي الرقم على الشاشة عند الضغط على a وأيضا كذلك الكلام في البي اخترت show number الآن الزر اللي فيه العمليات الحسابية كل اللي علينا أنه نعمل إجمع في داخل sum فأنا اخترت من variable set sum واخترت العملية الحسابية من الماث اللي هي اخترت عملية الجمع ثم اخترت عملية show number عشان يظهر لي أرقام التي تم جمعها بعد عملية جمع الأرقام اخترت أنه يعمل لي الأرقام الأول صفر والرقم الثاني صفر عشان لو عدت العملية ما يعطيني قيم مخزنة مسبقا في الذاكرة كانت معكم دعاء منصور من قناة منصة المعلم المتميز في شرح الجزء الأول من الدرس الثاني المتغيرات ترجمة نانسي قنقر